ما بين التهديد والوعيد وإرسال حاملة طائرات وصواريخ باتريوت إلى الخليج العربي يحمل الرئيس ترامب غصن زيتون لكن بشروط أمريكية إعلان البيت الأبيض عن زيارة مفاجئة لرئيس الاتحاد السويسري فتح باب التكهنات بأن الإدارة جادة في توصيل رسالة لإيران عبر الوسيط المحايد وهو سويسرا التي ترعى المصالح الأمريكية في طهران منذ انقطاع العلاقات الدبلوماسية قرابة الأربعة عقود الرسالة الأساسية هي التي كررها الرئيس إننا نود أن نرى تغيرا في التصرفات الإيرانية وسنوصل سياسة الضغط القصوى وإذا قاموا باتخاذ خطوات مخارفة فلن يعجبهم الرد لكن الحوار بحاجة إلى شريك وإيران صرحت على لسان وزير خارجياتها جواد ضريف بأنها لا تريد التفاوض الأهداف المعلنة للإدارة هي تغيير سلوك إيران وليس إسقاط النظام لكن التصعيد العسكري الأمريكي يخيف كثيرين ويقلق الديمقراطيين الذين طلبوا إجازا سريا من الإدارة حول أي خطط تستهدف إيران دستورية للكونغريس حق إعلان الحرب لذا آملوا أن يفهم مستشار الرئيس أن ليس لديهم تصريح للمضي قدما الاستخبارات تشير إلى خطط لضرب أهداف أمريكية في العراق حسب واشنطن وهو ما استدعى إصدار الخارجية لبيان برفع حالة التأهب توحي بمواجهة عسكرية ما بين الحديث عن انقسامات في الإدارة بين المتشددين مثل مستشار الأمن القومي جون بولتون وآخرين ينفر رئيس ترامب هذا الانقسام ويؤكد بأنه صاحب القرار الأخير في الحرب والسلم نادية البلبيسي العربية واشنطن ترجمة نانسي قنقر